الوضع القضائي في التعليم في لقمة العيش والاقتصاد في الاعتقال والحرية التحرك وما إلى ذلك يعني في كل الأمور بالفعل التمييز هو تمييز صارخ في كل شيء يعني التقسيم يعني بالأحياء يعني اليوم حتى صرنا عندما نتكلم صراحة عن القدس الشرقية وما إلى ذلك اليوم نتكلم عن أحياء في القدس يعني هذا الحي قد تجد فيه فلسطيني وجمعيات الاستطانية اليمينية المتطرفة قامت بوضع يدها على مباني وعقارات فلسطينية تزييف بمساعدة المحاكم ومساعدة الشرطة ومساعدة الوزرات المختصة لأننا نتكلم عن استهداف مؤسسي من مؤسسات الدولة وبالتالي الوضع القانوني جدا صعب والمعضلة الأكبر أننا نلعب في ملعب القضاء الإسرائيلي هو نفس القضاء الذي يقوم بالاعتقال والذي يعطينا المخرج على يصور لنا المخرج ولكن هو دخول إلى نفس الدائرة وبالتالي نقوم بحركة دائرية يعني الذي يضطهد هو الذي يحكم يعني الجلاد والحاكم طلعنا بالنهاية واحد فاليوم الأخطر بمؤخرا تسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأطفال يعني نتكلم صراحة فلسطينيين نتكلم عن موضوع الأطفال هذا شيء ليس طبيعي يعني اليوم عندما نتكلم بالعالم ونستثمر المحافي الدولية نتكلم عن هذا الموضوع يعني هم لا يفهمون أن طفل في السويد وفي سويسرا ملاحق ومعتقل عندما نقول لهم أطفال فلسطينيين في 12 عام يعتقل و11 عام يعتقل و10 عوام يعتقل و8 عوام يعتقل طفل سبع عوام يعتقل من قبل الجيش ويعني يؤخذ إلى نقطة التفتيش ممكن لا يعتقل إلى بالآخر يعني بنهاية التفتيش والرعب وما لذلك الذي يحدثه والعداد الكبيرة من المئات ألاف الأطفال الذين يعتقلوا ويزوجوا بالسجون منهم لأشهر طويلة ومنهم لسنوات طويلة يعني وتكييف القانون للإضطهاد الأكثر واكثر يعني أن تصل المؤسسة الإسرائيلية لتغيير في القانون يعني عمليا تغيير المسؤولية الجنائية بالنسبة للفلسطين لكي يتم معاقبهم مثل الأسير أحمد النصاصر الذين يعني غيروا السيستم غيروا النظام والنيابة العامة تأخرت في تقديم الاتهام وكل هذه لكي يصل إلى القرار الأخير بسجنه لعشر سنوات من جهة أخرى نجد أن اليهود الذي يقوم بالقتل الفلسطين يعني يأخذ العقوبات الأخف لذلك الموضوع المقدسيين موضوع جدا صعب من ناحية قانونية بالفعل هو تمييز من جميع النواحي يعني الصحي والتعليمي والاقتصادي والمسكن يعني المسكن الأهم يعني هم متهدون به وبالتالي يعني المشكلتهم مشكلة كبيرة واليوم القضاء الإسرائيلي يعني ينظر لا ينظر إليهم بنظرة أن هذا له حقوق وما إلى ذلك يعني ينظر إليه أنه هو هذا العربي العدو والذي من الممكن أن يكون هو مخرب حسب تفسيرهم وتعريفهم يعني بالأمس كانت هناك حادثة أن شخص وضع يده يعني بيجيبه فقاموا بإطلاق الرصاص عليه خوفا أن يكون هناك سكين يعني تجاوزنا موضوع يعني كنا بفترة معين نتكلم عن موضوع إطلاق الرصاص وما إلى ذلك والنار اليوم بمجرد أنك تضع يعني يدك بيجيبك لإخراج قلم قد يكون هذا ينهي يعني يكون نعم شكرا لحضوركم معنا في هذا الصباح المحامي عمر خميسي دكتور عزمي حكيم يسعد صباحك